بناتي وخواتي الله يسعدكم إذا أنت تمرين بمشكلة معينة أو أزمة شديدة لا تفكرين بقرار الانفصال على طول لأن هذه الفكرة قد تكون فكرة مبنية على اندفاع وعلى مشاعر شديدة ترى جوني بنات ندمه جوني بنات قالوا استاذة فاطمة كنت بشيء سيء بعد أن رحت لشيء أسوأ جوني بنات قالت والله استاذة فاطمة أنا اشتقت أنا حنيت أنا كذا ليش لأنه قرار كان مبني على مشاعر لذلك لا بد أن تدرسين حالتك لا تحطين نفسك بين خيارين بعض الناس خلاص يا أني أتطلق وخلاص وشوف طريقك يا أنه أبقى معاك وأنت بحظي وأنا أتألم لا لا تحطون نفسكم أمام خيارين فقط أمام حلين حطي عدة خيارات عدة حلول ادرسي حالتك تفحصي هل هو يمر بأزمة هل عندك تئاب هل وهل وهل حطي عدة خيارات يعني من الأمور اللي نلجأ لها في العلاج الزواجي مثلا تدخل الأهل حكما من أهله حكما من أهلها خاصة في الحالات الشديدة لا توصلين لمرحلة الانفصال إلا بعد ما إيش تستنفذين جميع الحلول عشان أنت تطمئنين لا تنفصلين وانت بمشاعر ضغط شديدة وخلاص ولا يجي ضغط من الأهل وضغط من هنا وضغط من هنا لا انفصلي وانت دارسة حالتك وانت إيش بشكل عقلاني وعطي فرصة عطي فرصة عطي عدة حلول عدة خيارات ادرسي حالتك بعدين يعني بعض البنات تتوحق بعد ما تنفصل والله أستاذ أخواني يسوبوني والأخواني ما يخلوني وأنا كذا طيب أنت كنت يعني هيئة نفسك للانفصال جاهزة للانفصال بعض البنات أوكي أقولها أنت جاهزة جاهزة لأنت انفصلين وش أهدافك بعدين عرفتوا الحالات الشديدة مثلا ادمان تعني بعد عدة محاولات لك بعض البنات مجاهزات لذلك انتبهوا في حالات والله لمن ينفصلون على أسباب لا تستدعي الانفصال خاصة أول سنة أول سنة زواج لما هي عندها طباع وعندها بيئة وعندها أفكار وهو عندها طباع وعندها بيئة وعنده أفكار يصير لمن يعيشون مع بعض يصير بينهم تتش يصير بينهم اختلافات كبيرة فبعض البنات تستسلموا بسرعة هنا أخذي وقتك في التكيف والتأقلم والتعايش انتبهي لا تحطين فكرة الانفصال كذا كبيرة في عقلك لأنك لو كانت فكرة الانفصال قدامك أصلا راح تنظرين لحياتك وللشريك بمنظور تركزين على السلبية بمنظور تستسهلين الفكرة بمنظور ما راح يكون هدفك التعايش التأقلم والتقبل لذلك انتبهوا في الحالات الشديدة أنا ترى أقول خلاص اختبروا مشاعركم يعني في حالات يجوني أقول خذوا فترة أنت يقعد في بيت أهلك فترة أنت تبعد عنها فترة هل تقدرون تبعدون عن بعض ولا تحتاجون محاولات وتحتاجون شغل على أنفسكم والله في حالات يعني انسحبوا ترى والله اشتاقوا وحنوا وتحسنوا ليش سعوا لذلك في حلول في خيارات لا تحطوا نفسكم يا أبيض يا أسود يا البقايا الانفصال حكما من أهلي حكما من أهلي يا محاولات علاج زواجي جلسات نفسية كل هذه أشياء بتفيدكم